كشفت مصادر اعلامية في الساعات الاخيرة بان الزمالك يحسم صفقة نجم الاسماعيلي مجانا على ان ينضم في الصيف المقبل لنادي الزمالك وافادت بان ادارة الزمالك اتفقت بشكل انهائي مع محمود عبدالعاطي دونجا نجم خط وسط النادي الاسماعيلي على العودة مجددا للقافلة البيضاء واشارت بان مسؤول الزمالك قاموا بانهاء كافة الاجراءات والاتفاقات مع اللاعب للعودة مرة اخرى للفارس الابيض ولكن في الصيف المقبل ومن المعروف ان اللاعب ينتهي عقده مع الاسماعيلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لاي نادي في هذا التوقيع ويبحث الزمالك في الفترة الحالية عن ايجاد بديل لنجم خط وسط طارق حامد بعد اقترابه من الرحيل عن اسوار الابيض الابيض بالصيف وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد اعلن في وقت سابق عن عدم التجديد لللاعب في الفترة المقبلة وينتهي عقد حامد مع الفارس الابيض بنهاية الموسم الحالي ويحق توقيع لاي نادي يرغب بضمه في الفترة الحالية لكي يرتدي قميصه بالموسم المقبل ويعد محمود عبد العاطي دونجة واحد من نجوم الزمالك السابقين الذين رحلوا في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2019 من الزمالك لنادي الاسماعيلي اشتركوا في القناة